موسيقى 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 عقلها استراتيجي وفكرها مرن وعداؤها صارم وعيناها تغوصان في فن هندسة العمارة في العمق في البعد في التفاصيل واسئلتها دائما مباشرة ماذا؟ لماذا؟ هل؟ أين؟ متى؟ وكيف؟ ومن تركيبتها تلك أصبحت ما أصبحت موسيقى 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 هذه أول مقابلة تلفزيونية لإليك صحيح وانا بهمني تكون مرتاحة في هذا السيديو الحميم وفي هذا الجو العابق الحقيقة برائحة مقابلات وحوارات ناجحة وانا أكيد أنه لقاءنا ليلي لح يكون لقاء ناجح ومختلف مثلك انت مختلفة وناجحة فكرك مرن وأدائك ثابت وصارم ثم التراقد بين الأداء والفكر هل في هذا استراتيجية معينة؟ والله في عملي دايما في استراتيجية معينة المرونة أكيد مهمة في عملي والصرامة مهمة في عملي مرونتي بتخليني أتعامل مع ناسي وكأنهم طريق واحد معي متكاتف متعادض مع بعض وصلابتي بستعملها عندما أحتاج أستعملها عندما العمل يطلب أني أكون صلبة سواء مع موظفيني أو سواء مع إدارتي أو سواء مع المشروع نفسه يقال أنه الأكثر مروني هو الأكثر قوة هو الذي يقبل الأعذار ويسامح هل أنت تسامحين بالعادي أم يغلب عادة فكرك على أدائك في التعامل مع أخطاء البشر لا الحقيقة أنا مرنة في عملي مرنة وأسامح كثير لأنه أتقبل أن الإنسان ممكن يغلط بهمني بعملي يكون الإنسان عنده انتماء لعمله وعنده انتماء للشركة اللي بعمل فيها أما أخطاءه فبدنا نتحملها وبدنا نصلحها وبدنا نزبطها جل من لا يسهو حقيقة في العمل وفي غيره أما مرونتي في العمل فأنا من أهم مزايا إدارتي هي التأقلم مع الجميع التأقلم مع الأماكن اللي بشتغل فيها التأقلم مع الناس ومختلف الأطياف اللي بتعامل معها فمرونتي مهمة جدا في عملي وفي نجاحي في عملي حقيقة الكاتب البريطاني ويليام شيكسبير قال الطموح يتم صنعه من الصرامة والتحدي وأنت تملكي من الصفات الثلاث كثير من الطموح كثير من التحدي وما يلزم من الصرامة هل هذه الخلطة الصحيحة الصالحة هي التي أعجنتي بها؟ مية في المية أنا أعجنت بهذه الثلاث مزايا تحديات واجحتها من طفولتي حقيقة منذ ما كنت طفلة تنقلت بأقليم كثيرة وعشت ببلدان كثيرة وتعرضت لحضارات وشعوب كثيرة ولغات كثيرة حقيقة كان في تحدي كبير تحدي في العمل كان عندي صفتي أنثى وعملت في عالم رجال اشتغلت في الأردن واشتغلت في العراق كان تحدي كبير إلي فالتحدي كان واجحني في جميع مراحل حياتي حقيقة صرامتي كانت مهمة جدا حتى أتعدى هذا التحدي حتى أقدر أتعامل مع المختلف العاملين معي من مجالس إدارتي إلى العمال اللي بيشتغلوا معها فحقيقة كانت مهمة كثير كل هذه الصفات لنجاحي في عمليها اسمك مونة مونة يعني الأمني الحلم الرغبي هل أنت فعلا كل هذا كل هذه المواصفات أخيد الأمنيات دائما عندي أمنيات ودائما أتطلع لأنمي حالي أكثر ودائما أمنيتي إن أكبر في عملي وفي مجتمعي وفي عائلتي وأكون ناجحة للجميع حقيقة لرد جميل لعائلتي ورد جميل لمجتمعي بهمني كتير أكون ناجحة هاي أهم أمني عندي حقيقة كم يشبهوكي اسمك؟ كثيرا أنا اسمي واسمي أنا حقيقة فلما أسمع إنه في حدا تاني اسمه مونة حتى أستغرب عندي رابطة الاسم لإلي فقط فيروس بتغني وبتقول أسامينا شو تعبوا أهلينا تلاقوها شو فتكروا فينا لأسامي كلام وشو خص الكلام عينينا هني أسامينا عينيكي أنت شو بيشبهو؟ حقيقة بحب أشبههم لعينان النمر لأنه شخصيتي بحسها زي شخصيتي النمر نظرة ثاقبة نظرة ثاقبة حقيقة ومخيفة مخيفة مش بالضرورة ولكن ثاقبة ودقيقة وأنظر بدقة على كل شيء أعمله هل حضورك في عملك بيشكل وضع مخيف وبيستفز العاملين حولك؟ السؤال حلو من داخلي لا أشعر أني أستفز أما يقال لي من زملائي أني أستفز وأن حضوري يستفزهم فعلا من دون أن تدري من دون أن أدري من دون شعوري بذلك أبدا وإنما يمكن صرامتي وانتمائي لعملي وحبي لنجاح العمل يجعلني أن أكون شوي استفزازية مع الناس لأنني باتجه كثيرا للبرفكشنزم في الشغل تأني ليس فقط التأني ولكن الكمال في العمل المثالية في العمل المثالية في العمل والكمال في العمل فبحط ضغط كثير على اللي بيشتغلوا معي حقيقة كما ذكرت في البداية في المقدمة سمعناك في أكثر من جلسي تطرحين أسئلي أين؟ لماذا؟ كيف؟ إلى متى؟ هل تتوقفين كثيرا عند التفاصيل؟ في بادئ حياتي التفاصيل هي اللي علمتني أنا بدأت حياتي العملية من أصغر الشواغر ومن أصغر المناصب فتعلمت التفاصيل وتدرجت خطوة خطوة وتعلمت كيف أدير هذه التفاصيل بلا آخر لحد وصلت لله والحمد لله وأصبحت إدارتي شمولية أكثر التفاصيل كونت هالفرق اللي بيقدروا يقوموا بهالتفاصيل بس بتدرجي فاهمتها عارفتها بعرف وين مشاكلها وين مصاعبها وين تحدياتها هل تفاصيل حياتي اللي بتعطي نكهة مختلفة؟ أكيد حتى بالفن العمارة كان في أركيتكت مشهور كتير اسمه ميس فان درون كان يقول باللغة الإنجليزية فالتفاصيل جدا مهمة جدا في عملنا جدا في حياتنا مهمة ومهمة في الفن العمارة حتى مهمة جدا التفاصيل مهم تعرفها وتفهمها هل بيزعجك أن ندخل في تفاصيل نجاحك؟ يزعجني؟ لا أبدا كتبت شقيقتها تحت صورة جميلة لها في ألبوم العائلة من يحب عمله لا يعمل أبدا أصبت فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بعد هذه الاستراحة نعود إلى ضيفتنا مونة بطيني جاكس براون مؤلف كتاب إرشادات الحياة قال يوما جد عملا تحبه وأضف خمسة أيام حياة أسبوعيا إلى حياتك أنت تعشقين عملك هل أضفت عمرا إلى عمرك؟ حقيقة أنا أعشق عملي أحبه وهو حياتي فزي ما تفضلت وقلت كونفيوشيس اللي أختي كتبته تحت الصورة فعلا أصاب فأنا حياتي هو عملي ينهكني طبعا يتعبني طبعا فيه تحديات ومصاعب طبعا بس أظن هذا هو السبب اللي أنا أعشقه لا أحب الملل لا أحب أن أكون شخص مش فعال وناتج بهمني أكون فيه إنتاج لإلي فأنا برأيي عملي بالعكس هو صغرني هو طول بعمري هو اللي خلاني قلبي ينبض ينبض حقيقة فرحا بغبطة فرحا بكل يوم وحتى لو فيه أيام بتكون صعبة وفيها زعل كبير وفيها مشاكل بس هو سبب الحياة إلي والدك دكتور ناصر البطيني شغل منصب سفير في أكثر من دولة كان سفير الأردن في يوغسلافيا رومانيا بولغاريا المملكة العربية السعودية وغيرها يعني أقصى الغرب إلى أقصى الشرق وأنت كما ذكرت نجحت في التفاعل مع هذه المجتمعات المختلفة وشعوب كل تلك البلاد يلي عشت فيها مع رب المنزل يلي هو الوالد ترى هل هي طباعكم يلي سعدتكم على ذلك أم هي التربية أم الثقافة أم ماذا يذكر طبعا أنه البطينة ينتمون جذورا إلى العشائر الأردنية أنا برأي حياتنا الأولية مع الوالد وبسبب عمله وبسبب تنقلاتنا وعشنا وتعايشنا مع شعوب كثيرة كان له تأثير جدا كبير علينا علي وعا أختي وأخوي كان له تأثير في تقبلنا وتعلمنا من مجتمعات أخرى وتقبلنا بمبادئ أخرى وكنا نحن كمان سفراء معهم لبلادنا ولأطباعنا ولمبادئنا حقيقة أكيد الطبع والتطبع والتربية لها دور كبير في تربية شخصيتك بس أنا برأيي البيئة اللي عشناها في كل هالدول كان لها تأثير كبير في تكوين شخصيتي في كبري حقيقة الوالدي سعاد المصري نابلسي 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 وكانت ناقش السكان الأصليين أو الأصليين بلغاتهم هل كانت تثق بقدرة اللغة على إيصال الفكر وبأن الفكر من دون لغة يبقى صامتا عاجزا أكيد والتي حقيقة امرأة زكية كتير وكما قلت هي أيضا بجانب والدي عملت كسفيرة لبلادها لبسها للتوب في المناسبات الرسمية وغير الرسمية في البلدان اللي عشنا فيها دلالة على ذلك حقيقة تعلمت اللغات عندها قدرة كتير قوية وزكية لتعليم اللغات وكتير نقلت أفكارنا وأفكار بلادنا وأفكار العرب لهؤلاء المجتمعات الغربية بلغتهم ففهموها واستوعبوها وعن بحكي عن لغات مش سهلة لا عن بحكي عن الإنجليزية والفرنسوية اللي بتجيدهم التنين ولكن كمان عن بحكي عن اللغة الرومانية واللغة اليوغوزلافية وكانت تناقش كبار رجال سياسة في السياسة في جلساتهم في لغتهم الأم فأكيد كان هذا من من تقديرها لأهمية اللغة إنها تنقل الفكر بين الشعوب الحقيقة وأنت تعشقين الوالدة أكيد طبعاتك صح لكن في نوع من العشق وهذا يظهر في عينيك الآن وأنت تتكلمين عنها فيك تحيية الكاميرا أمامك هي طبعا فخورة فيك وبنجاحك أكيد مربطيني نحن عرفنا أنك حاولت تتعلم اللغة الكردية لكنك فشلت لو كانت والدتي لكانت تعلمته أنا فشلت فشلت لعدة أسباب مع أنك مثابرة وتملكين من التحدي ما يمكنك من اختراق مطلق أي حاجز تواجهينه لماذا أمام هذه اللغة عجزتي ما بقول أني عجزت وإنما يمكن ما ثبرت كفاي دخلت على بلد جديد دخلت في عمل ذو تحدي كبير في بلد آيمة من حروب وآيمة من صعاب كثير فكان قدامي خيار بدي أركز على هذا الموضوع أو ذلك الموضوع واخترت أني أركز على عملي وعلى البناء في هذه البلدان فبكردستان إحنا بنينا الجامعة الأمريكية في سليمانية وكان تحدي جدا كبير دخلنا بال2006 على كردستان لسه كانت في أوائل استقرارها الحقيقة فارتقيت أني أركز على عملي اليومي وما أركز على اللغة بس الطريق قدامي لسه وإن شاء الله بتعلمها اللغة أكيد إن شاء الله أنت مولعة بفن العمارة منذ الصغر وطبعا للوالدي فضل كبير في هذا العشق الولع كنت تسحين معها المدن المختلفة التي عشت فيها وعواصم الثقافي وسمعنا أنك فاجأتها في يوم الأيام وأنت ابنة الثانية عشرة من العمر وقلت لها ماما أريد أن أرى أعمال التشكيلي مايكلانجيلو ماذا قد تفهم طفلة بعمرك من أعمال مايكلانجيلو أنا عشقي للعمارة زي ما تفضلت بدأ من أنا وطفلة يعني بدأ من تنقلاتنا فكلما أزور عاصمة أو مدينة الأطفال بحبوا يروحوا على الملاهي أما أنا كنت أطلب من أهلي أروح أزور المعالم المعمارية المهمة فلما فاجأت والدتي كنا بروم الحقيقة وطلبت منها بالتخصيص أني أزور معالم مايكلانجيلو السستين تشابل والبياتا اللي هو السكولبشر المشهور لمايكلانجيلو فوالدتي تفاجأت أنه عندي هلقد معلومات دقيقة عن أشغال الفنانين والرينوصونس أركيتكت يعني في ذلك فهي وجهتني بعدين أني أدخل على العمارة لأنه شافت الشغف اللي عندي لهذا الفن أنت عشقتي فن تصميم العمارة لكن درب الحياة قضتك إلى مجال مختلف وهو فن الإشراف على تنفيذ المشاريع الكبرى هل تؤمنين بالقدر؟ يمكن كمسلمة عربية أؤمن كلنا نؤمن بالقضاء والقدر ولكن أؤمن أنه الأهم أن الإنسان بيعمل قدره وإله يد في قدره الإنسان إلى يد في حظه هو يعمل حظه ويساعد في عمل قدره هل تؤمنين بما هو مكتوب على الجبين؟ مش قطعيا ليس قطعيا هل تؤمنين بالصدف؟ ليس قطعيا كمان أؤمن أنه الإنسان له يد في عمل عمل مستقبله وعمل قدره له يد فحظ كمان لا أؤمن بالحظ يقال أنه الفرص تمر مرور السحاب هل بتشوف أنه في فرص فاتتك أم على العكس أنت من النوع الذي يعرف كيف يتلقف الفرص تلقفت فرص كتير وأكيد أنه فاتتني فرص بس لا يعني بذاكرتي لا أدى ذكر أنه فاتتني فرصة أنا تندمت عليها لا توجد أي فرصة فاتتني أنا تندمت عليها لكن يجب أن لا نخجل إذا ما دمنا من أي شيء أبدا بس المسلك الحياة اللي اخترته والفرص اللي اختنمتها أنا هلأ بنظرتي إلى الوراء أنا كتير مرتاحة معها وهذا هو اللي كنت أطمح له حقيقة من صغري فبنظري أنا وصلت للي أطمح له من صغري حقيقة فالفرص بتروح وبتيجي بس مش كلها مهمة طبعا هناك تناقشين في السياسة برقي وبوضوح هل تتابعين بإمعان مسار الربيع العربي طبعا أنا السياسة طبعا في دمي بصفة عمل والدي ونحن عائلتنا بشكل عام عائلة سياسية عائلة عمامي وزراء وأبوي سفير وكلنا العائلة اشتغلت في السياسة فأني أعشق السياسة كمان وتابعت الربيع العربي أكيد زي أي مواطن عربي تابع الربيع العربي ولكن مش قادر أحطه بقالب لسه الربيع العربي مش قادر أقتنع إنه ربيع عربي لسه لسه فيه معطيات وما بيّنت لي فمش قادر حتى أعطي وضوح فكري للربيع العربي أكيد هو تغيير سياسي وأهم من ذلك تغيير اجتماعي في بلادنا العربية بس البلدان اللي مرأت في الربيع العربي في هالسنتين اللي فاتوا لسها لسها مش مستقرة ولسها عندها مشاكل كتير فإن شاء الله الربيع العربي يكون هو يعطي النجاح للجميع وإن شاء الله يكون سبب في تقدم هالدول العربية بس حد الآن مش شايفة في وضوح لإلوه لسه أي فصل موسمي بتعطي لهذه الثورة العربية هل بتشوفيها أقرب إلى الشتاء إلى الخريف إلى الصيف لسه ما شفته وصل فصل لأنا لسه ما بلش هل هذا الربيع العربي بين قوسين أخافك أم أسعدك والله سؤال حلو لأنه لأنه سبب لي عواطف مش واضحة إلي أيام يسعدني وأحب الدموقراطية وأحب أنه شعوبنا ترتاح نفسيا حتى تقدر تقدم للعالم زي ما بقيت الشعوب قدمت للعالم من دموقراطيتها من نجاحها في التكنولوجي وفي كل المجالات وبنفس الوقت أخاف لأنه مرات أشعره أنه ما عم بيمشي على المصاري الصحيح عم بيزوغ عن مصاره اللي لازم يمشي عليه اللي هي الدموقراطية هو الربيع العربي كله إجا عشان نسمح لشعوبنا تحكي بحرية وتعبر عن نفسها وتعبر عن نفسها الشعب قال كلمته مونة بطيني خسرت دول كثيرة مباني أسواق معالم أثري منها حلب كيف تبعت أنت هذا المشهد وأنت المولع بفن العمارة وبالتاريخ المعماري هذا بالحقيقة كان مؤلم جدا جدا ومن أسوأ نتائج الربيع العربي هو تدمير تدمير أثاراتنا تدمير عمراتنا تدمير تاريخنا العربي من أهم لحظات بالنسبة لي كانت بلا شأول أهم بس من اللحظات المهمة في الربيع العربي كان في مصر لما تماسكوا الشعب المصري وحموا حموا المتحف القاهرة فهاي كانت بالنسبة لي لحظة افتخرتوا فيها حقيقة وندلع شيء يدل على تقدم الفكري لهذه الشعوب اللي حمت أثراتها وحمت تاريخها وحمت عمراتها يؤسفني أن أشوف هذا الدمار يؤسفني على كل حال طبعا الثورة في مصر بيختلف عن الثورة في سوريا في سوريا تحولت الثورة إلى حرب حرب دموية صحيح بين نظام وبين حركات معارضة لو قدر لك أن تحضني مبنيين أثريين برموش عينيك وتحميهما من الهلاك فماذا تختارين من العالم العربي الحقيقة لو بدي صعب كتير أختار لأنه باختارهم كلهم بس إذا مضطرة أختار بدي أختار بوطني الأردن البترة أحميها وأحمي تاريخنا فيها وباختار قلعة أربيل قلعة أربيل فهي تاريخ الإنسانية بدأت من هناك قلعة جميلة جدا ويجب حمايته والحفاظ عليها وترميمها فهدول التنين اللي أختارهم إذا أطريت أنا أختار كلام جميل من شغف رصد العمرات التي غازلت التاريخ إلى لذة الإشراف على عمرات تؤسس إلى تاريخ جديد امرأة في مهنة في دينامية بلا حدود موسيقى موسيقى أنا مونا قبل 20 سنة بلشنا مع بعض أسسنا مكتب هندسي وهذا المكتب بتطور صار الشركة الاستشارية على مدى السنين مونا عندها قدرة على الإدارة على التعامل مع الناس وبتتعامل على جميع مستويات من العامل اللي في الموقع في الورشات للمهندسين للمدراء لمجلس الإدارة موسيقى وبعدين هي مونا بتطلب كثير من البشتور تحت إيدها بس مقابل قوة شخصيتها وطلباتها المتكررة دائما بتكافئ الواحد دائما اللي هي لمصلحة ولمصلحة الشركة ولمصلحة الشغل ولمصلحة الزبون تاعها موسيقى وبعدين مونا ما في إشي بحبطها دائما متفائلة ودائما بتدور على الشغل بتدور على الشغل سواء محليا سواء إقليميا حتى لما الأوضاع هون مرنا بأوضاع صعبة هون اقتصاديا بالأردن فتوجهنا للخارج لشمال العراق المبادرة اجت منها وبرهنت فعلا برهنت انه كان قرارها سليم موسيقى 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 التي أصبحت مديرا عاما فيها هل تتعاملين مع المناصب على أن غاية أم نتيجة؟ أنا حقيقة لا أتعامل مع المناصب إطلاقا لا غاية ولا نتيجة هدفي مش المناصب وحتى لما أنسأل ما من صدق جوابي ما بيكون حاضر أنا بكون مسؤولة ومديرة عامة للشركة وما بيكون جوابي جاهز همي العمل همي نتيجة عملي وهمي فريقي الذي أعمل معه همي المهنسين اللي بتعامل معهم همي ينجحوا معي فهن شريكي في النجاح فأبدا مش غاية ولا وسيلة المنصب ما بفكر فيه إجا الحمد لله وإجا بطبيعة الحال من تقدمي في الشغل ومن تقدمي بالخبرة إجا بطبيعة الحال ما عمري سعيت له صبي صغيرا طلقت الأنفة يلي فيك تطغى في اللقاءات العامة لكنك تتحولين بين العمال في مواقع الأشغال إلى ديكتاتورية لكن من نوع خاص هكذا يقال وهكذا عرفنا لعلها الدكتاتورية الإيجابية يلي بتعطي هامش مشاركة هل تعتمدين الفكر الماكيافالي الذي يرى ضرورة استخدام القوة أحيانا للحفاظ الاستقرار والحكمة في التماس المشورة عند الضرورة 100% الماكيافاليان ثيري 100% أستعملها وألتمسها وهي طريقتي في العمل ألتزم فيها تماما من غير علمي قرأت عن الماكيافالي ثيريز بس استعملتها من غير علمي طبيعتي هي لبستك لبستني بالضبط في بعض المواقف وفي المشاريع وبالذات مشاريع البناء لازم يكون فيه صرامة وقوة وقرار حاسم في بعض من الأحيان ولو بتاخد المشورة وبتاخد بأراء الموظفين اللي بيشتغلوا معك بس مرات الأراء متعددة وبدك شخص بمركز قيادي يعرف أي قرار يأخذ به وأي قرار ما يأخذ به وبالآخر القرار هو قراره الحاسم اللي بده يمشي في مصلحة العمل بالحقيقة منذ العام 2001 والأعمال التي تشرفين عليها تتم بنسبة 90% في العراق وها أنت تمضين منذ أعوام أسبوعين في العراق وأسبوعين خارج العراق استطراضا يعني من ينصت إليك يشعر إلى أي درجة العراق بات جزء منك أنت جزء من قلبك كيف تشوف العراق بعد عشر سنوات في المستقبل أتأمل وإن شاء الله ما أكون غلطانة أتأمل أتأمل كثيرا في العراق العراق بعد ما شفتها ودرستها وعشت فيها هي من البلدان اللي فيها كل معطيات لبلد ناجح ويؤسفني اللي بيصير بالعراق لأنه فيها قابلية تكون أهم بلد مش فقط في الوطن العربي ولكن في العالم كله وأتأمل خلال عشر سنين اللي جاي توصل العراق توصل لاستقرار اللي يخليها تصبح بهذه القوة العظيمة لأنه فيها قابلية جدا أن تصبح أقوى دولة في المنطقة حقيقة من جميع نواحيها من جميع مواردها من ناسها من ثقافتهم من تعليمهم العراق حقيقة إذا ما تقدمت خلال العشر سنين الجاي فهي ستكون خسارة كبيرة للعراق وللوطن العربي كله مونا كيف كنتي والصور؟ صور؟ صور شخصية ولا صور؟ صور بالإجمال شخصية عامة في كتب في ألبومات في مجلات شخصيا بحبش التصوير أتصور أنا شخصيا أما الصور فنانين كبار بروح متاحف بتفرج بزور بتعلم لكن عند متابعتنا لبعض التقارير هي اللي ما رأت الليلة في حلقتنا لحظتي لأي درجة الصور الأديمة بالأبيض والأسود أثرت فيك قلت لي رجعتني سنوات سنوات لورا رجعتني وحنيت كتير حنيت لعائلتي اللي عايشة معها فلما شفت الصور حنيت لهم في ذلك الوقت حنيت لحياتنا للحظات معينة لأنا بالأخير الصورة بتأرخ للحظة للحظة بتيجي مرة واحدة بالحياة بتيجي مرة واحدة بس بترجعك ذكريات كثيرة وبترجعك على أيام كثيرة عشتها في ذاك الوقت هنا أهمية أرشفت الصورة من هالناحية حقيقة مهمة كتير مهمة جدا من هالناحية طبعا أنت ابنة هذا العصر وأنت مواكبة للإعلام الاجتماعي وأنت مواكبة للتقنيات الحديثة أمامك في الآيباد وفي قلب هذا الآيباد البعض من أجزاء حياتك المختلفة والمتناثرة دي أطلب منك تفتحي هالآيباد أمامك إذا في مجال لحنشوف طبعا صور خاصة صور من إنجازات مهنة أعطيتها عمرك أو جزء كبير من حياتك بعد ما نتجول إحنا وإياكي بين طيات حياتك وطيات هذه الصور والذكريات كما قلت لك أشعر بالحنية الفضيعة أشعر قدي أنا كنت محظوظة عم بتطلع صورنا ونحن صغار أنت وين؟ هون بالأمريكا بس أنت بالنص الكبير بالآخر بالآخر أنا فهون كنا صغار أنا نولدت الحقيقة بالولايات المتحدة في نيويورك وعشنا في واشنغتن في طفولتنا فبتذكرني انبساطنا في أمريكا وبتذكرني قد كنا عائلة قريبة من بعض أنا وأختي وأخوي جدا نقرأ من بعد لحد الآن أنا وأخوي نشتغل سوا كفريق واحد من منذ ما تخرجنا بالجامعة وأختي أختي جزء مني هي ولادها وعائلتها فعم بترجعني لذكريات كتير حلوة ماذا عن هذه الشهادة لماذا شعرتي وأنت ترفعين الشهادة العليا شعرت بفخر شديد شعرت إنه هلأ بدت حياتي تعلمت وهلأ بدي أطبق اللي تعلمته فكان فخر شديد حقيقة ثمت مشاريع تناجي أمنياتك وثمت مشاريع تفتخري فيها نذكر أنه بين المشاريع اللي أشرفتي عليها كامبينسكي البحر الميت كامبينسكي العقبي الجامعة الأمريكية في العراق أوتيل تنجرام في أربيل ألف وحدة سكنية في مدينة الحل صحيح بدي أسألك إذا كان هناك مشاريع تتمنين لو لم تشرف عليها حقيقة ما في ولا مشروع أتمنى لم أشرف عليه المشاريع اللي اللي ما نجحت زي مثل بقية المشاريع فهي علمتني علمتني كيف أتقدم في في مشاريع الكبيرة وكيف تعلمت منها وزادتني خبرة فأخطاءنا بتعلمنا طبعا وأخطاءنا بتزيدنا خبرة طبعا ففيش مشروع أتمنى أني لم أشرف عليه كل مشروع علمني جزء صغير وقدمني في حياتي العملية ونبطيني من يذهب إلى العمل أول يوم يكون محملا بنصائح وإرشادات أول نصيحة حملتيا من مين وشو كانت؟ أول نصيحة فتاة يافعة صغيرة أنثى في مجتمعات معظم مجتمعات ذكورية الوالد والوالدي مع خبراتهم والتجارب التي تراكمت على مر السنوات أكيد ضخوا عندك طاقة لكن أيضا حملوك نصائح معينة أبرز وأهم نصيحة أعطاك إيها الوالد أو الوالدي الوالد دايما بتقولي اعملي اللي بريحك أنت ارضي نفسك قبل ما ترضي غيرك فهاي كانت نصيحة والدتي ودايما بعملها في عملي أصعب شخص أرضيه هو نفسي أصعب شخص أرضيه هو أنا حقيقة فوالدتي كانت دايما تقولي ما تتطلع على الغير ارضي نفسك وإعملي اللي برضيك في الحياة ستنجحي فهاي حقيقة من النصائح المهمة في حياتي كانت كيف نجحتي في مجموعة القصاب على السيعاب أكثر من ألف عامل وستين مهندس وأنت امرأة إذا بدي أجاوب بجملة وحدة السبب هو سيد جواد القصاب فتعرفت عليه بالصدفة سيد جواد القصاب حقيقة وعملت معه وجدت فيه رجل أعمال فريد بالنوع رجل ذو خبرة عالية ماذا وجد فيك؟ ماذا هو وجد فيه؟ وجد فيه القدرة وجد فيه الخبرة وجد فيه الأهم شيء بتخيلي طبعا هو الانتماء والأمانة والصدق في عملي فهو كذلك عنده أمانة وصدق في عمله كبير فتعلمت منه الكثير هو اللي علمني كيف أتعامل مع المشاريع الضخمة هو اللي علمني أتعامل مع ألف عامل وعلمني أتعامل مع مجالس إدارتنا ومع مهندسينا تعلمت على يده الكثير الكثير الحقيقة طموحك هائل ما هي حدوده؟ ما إلو حدود طموحي ما إلو حدود في عملي طموحي كله في عملي نجاحي كل ما أوصل خطوة أريد أسعى لنجاح أكبر كل ما أوصل طبقة أسعى لطبقة أعلى طموحي يتمحور حول زيادة علمي ومعرفتي بالشيء حول زيادة خبرتي بالشيء فكل ما بعرف إشي بدي أتعلم أكتر وبدي أعرف أكتر هناك فتيات مهندسات أردنيات انضممنا إلى فريق عملك في العراق هل جرأة الفتيات الأردنية تضاهي جرأة الفتيات العربيات الأخرى؟ بالأول كنت أفكر إنها لا لا تضاهي بعد ما شفت الفتيات اللي إجوا معي والمهندسات اللي إجوا معي على العراق في أوقات صعبة جدا في تحيديات كبيرة حقيقة لم أرى انتماء ولا جرأة ولا خبرة مثل مهندسات الأردنيات اللي واكبوني واللي مشوا معي واللي دعموني دعم كبير في العراق تتحدثين بعشق عن العراق وبولع عن الأردن كيف تنصفين وكيف تعدلين وهل أنت قادرة على توزيع واطفك باعتدال بين هتين الدولتين أو بين هذين الوطنين لأنه طبعا العراق أصبح وطنك الثاني تبنيكي تبناني وتبنيته للعراق أتمنى أني أكون منصفة في مشاعري تجاه البلدين بتظل الأردن وطني وبلدي وتربيته فيه واللي فضل عليه واللي فضل علي فالعراق وطن جديد فبدي أتعلم أحنله أكثر فأكثر ولكن أتمنى أن أكون منصفة في مشاعري تجاه التنين التنين بالنسبة إلي وطن واحد صاروا وصفت بالمرأة الحديدية Iron Lady وتقرأ في هذه الأيام Iron Lady وبين الليدي ماغرات تاتشر والليدي مونال بطيني أكثر من قاسم مشترك فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من الأمور العائلية دائماً مونة بتلاقي وقت للعيلة دائماً متواجدة إذا الأهل بدون بإشي دائماً هي موجودة بتلبي كل طلباتهم بدون أي تردد فدائماً بتلاقي وقت وبرضاً مونة كأخت لكن دائماً بتلاقي وقت للعيلة عائلة جميلة شكراً بين ذيكي سيرة حياة مارغرات تاتشر وثمت من يصفكي بين مجموعة الشباب والصبايا اللي بيشتوروا معك بالمرأة الحديدية هل بيسيرتك هناك ما يثير للجدل كما في حياة مارغرات تاتشر أم أنه إرادتك مثل إرادتها حديدية أتمنى أن أتشبه بمارغرات تاتشر حقيقة وشرف كبير أني أتشبه فيها هي مش قصة طبعاً تشبيه بينك وبينها لكن قواصم الشركة بين امرأة وصفت بامرأة فولاذية وامرأة أخرى كما يصفك المقربون أيضاً امرأة حديدية هلأ ما أظن أنه في قواسم مثيرة للجدل أنا حقيقة امرأة حديدية حقيقة بمر بأمور اللي بيشاهدها من برة وبتطلع عليها للداخل بيستغرب قوتي وإرادتي في عملي في حياتي الشخصية والعملية وإني أكون فيه إشياء قابلة للجدل مش قادرة أتذكر أنه فيه إشي قابل للجدل يمكن الإشي الوحيد اللي فيه جدلية شوي هو إني امرأة في المنطقة الشرق الأوسط مارغرات تاتشر وهذا يمكن قاسم مشترك بيننا مارغرات تاتشر لما وصلت لمراكز وخدمت في الـ House of Commons كانت في الـ 59 بالستينيات كمان كان المرأة من أوائل دخولها على السياسة على حلبة السياسة في بريطانيا وأنا في الشرق الأوسط كمان دخلت عملي في عالم الرجال دخلت عملي في العراق في العراق اللي تحت واجهة حروب وتحت الحروب وتحت الضرب فهذا القاسم المشترك مجتمعات محافظة محافظة وعم ندخل ونشتغل فيها فهذا قابل للجدل طبعا أكيد تحبين الاستقرار لكنك ترفضين الروتين أليس في هذا تناقض؟ لا الاستقرار لا يعني الروتين الاستقرار استقراري في نابع من داخلي استقراري العاطفي استقراري في عملي لا يعني الروتين استقراري في عملي لا يعني الروتين والعكس تماما الروتين يخلق عدم استقرار يخلق ملل يخلق على عدم تقدم يخلق عدم تدرج في حياتك العملية بهمني جدا استقراري بس بهمني ما أدخل في حياة روتينية لا أقدم لنفسي فيها شيء حقيقي من يراك تعملين تجهدين تكدين يقول هذا اخترجال ومن يتعرف إليك عن قرب وعن كثب يكتشف فيك الإمرأة الأنثى الفائقة ترى هل أنت حقا مثيرة في أشياء كثيرة للجدال يمكن أكون مثيرة للجدال أنا وصفت بأخترجال عدة مرات وفعلا يمكن أنا أكون أخترجال بوقف معهم بالعمل ند بالند بجادلهم بناقشهم بتحداهم في الوقت الصحيح فأنا أخترجال من هالناحية أنا بينهم لا أشعر في فرق بيني وبينهم في عملي ولكن بالنهاية أنا أمرأة لن تتزوجي مونة مثل ما قال خيك أولاد منال أختك الأربعة فائق وعمر وزين وسلوى هن مثل أولادك بتحبيهم وأنت خالة مثالية ترى هل سيأتي يوم تقولين لنفسك فيه هذه المهنة لم تستحق أن أعطيها كل عمري لا أبدا أنا مهنتي زي ما قلت من قبل مهنتي هي حياتي وأختي أولاد أختي إن صح القول لخالة إن تقول فهن أولاد أختي فلذاته كبدي فهن أولادي هن عاطفتي تجاههم جدا قوية وأنا شاطرتهم حياتهم في كل مراحلها في الولادة كنت متواجدة في غرفة العمليات إذن أنت أم أنا أم من دون أن تكوني أم من دون أن أكون أم صحيح مية في مية لكن هل الحياة المهنية اللي عشتها وكل الإنجازات اللي شاركت بتصطيرة كانت تستحق أن تخسري كلمة ماما أن تخسري الشعور الأسمى والأجمل في الحياة ما يعني لحد الآن ما شعرت أني خسرت هذه المرحلة في حياتي لم أشعر أبداً ولم أندم أبداً ولوللحظة واحدة على هذا القرار وقرار أني أمشي بمسار عمل بدل من مسار عائلة أنا بهمني العائلة والاستقرار والاستقرار اللي حكينا عنه جزء منه العائلة بس عائلتي حوالي وساد هذه الحاجة الكبيرة في كل أنثى مسدودة من قبل عائلتي اللي دايماً داعمتني ودايماً معي ودايماً العطف والحنية موجودة مع عائلتي فلحد الآن ما ندمت لحظة وإن شاء الله المستقبل أني ما أندمع قراراتي أولاد شخيطك منال عم يتابعوك الليلي إن شاء الله أرشل منك النظر إلى الكاميرا أمامك انظري في عيونهم حضقي فيها وأخبريهم أخبري أولاد جيلهم شيئاً اختبرتي ولم تبوح به حتى الآن أولاد أختي ببوح لهم بكل شيء بس أجرب أولاد شخصياً وإلى أولاد جيلهم نصيحة معينة أرشاد معين بيقدر بشكل أمثولي وزوادي لمستقبلهم بنصح أولاد أختي وبنصح جميع أولاد جيلهم ما تخلي الحياة الحاضرة تأخذكم وتمنعكم عن الروح الحياة الحقيقية عن روح العلم وروح العمل فما تبعدوا عنها بالسطحيات الحياة الحديثة هذا اللي بعطي له هذا الجيل حقيقاً ولي بطلبه من هذا الجيل مرابطيني الليلي معك فتحنا فصول عديدة من كتاب خاص ما بيشبع حدا إذا بدنا أن أصم هذا الكتاب إلى فصول برأيك أنت شوه الفصل الأبرز يريد شكل علامي فارقة بحياتك ونقطة التحول يعني بقدر أقول أهم فصل في هذا الكتاب بيكون عملي بالعراق هذا كان نقطة التحول عندي عملي في مجتمع جديد علي مجتمع شرقي ولكنه جديد علي مجتمع ذكور قطعي ولكنه جديد علي مجتمع قائم بإلو تاريخه وإلو كيانه وأنا دخلت عليه وعملت معه فكانت هاي فعلاً فاصل محوري في حياتي تحبين البحر وتحبين الجبل هل نفهم من هذا أنك من عنصار الحرية لا أكثر بنفهم منه أظن أني أنا محبة للبيئة محبة للأرض محبة للطبيعة بحب بحب أعيش بالبر بالبراري بحب ألا تخشين من ثورة البحر طبعاً أخشى من ثورة البحر ألا تخشين ثورة قوية جداً ثورة البحر ألا تخشين من تحدي المرتفعات أخشاها ولكن أستوعبها وأفهمها وأحبها وأعشقها عشق الطبيعة فهي فن العمارة تبع الأرض وجزء مهم من فن العمارة هي أرضنا وبيئتنا وطبيعتنا حرية أعشق الحرية هذه هي مونة بطايني الليلة دخلنا إلى سيرة حياة إبرأة عربية تألقت في عالم ذكوري ونجحت وتسلقت سلم النجاح لعل وعسى أن هذا الحوار مع كل ما حمل في طياته من عبر نصائح وإرشادات إلى جيل جديد وخصوصاً إلى الفتيات في العالم العربي أطلب من مونة أن توقع هذا اللقاء وأن تختم لديك ثلاثون ثانية أمامك تفضلي أشكرك على هذه الحلقة اللي سمحت لي إني أحكي عني وذكرتني في خطواتي في أثناء حياتي وذكرتني في التحديات وذكرتني بمين كان واقف معي ودعمني أثناء هذه الخطوات اللي سمح لي وخلاني أوصل لهذا النجاح فأشكرك وأشكرهم هني على هذا النجاح فهو نجاحهم وليس نجاحي أنت امرأة ناجحة وأمام هذا النجاح ننحني أمامك شكرا أصدقاء المشاهدين يا اللقاء شكرا أصدقاء المشاهدين 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 شكرا أصدقاء المشاهدين